إذن بعد عشر سنوات من انقطاع يعود خط الغاز العربي الطموح إلى الواجهة ولكن عودته مرتبطة بوجود أعمال صيانة وإصلاح يجب القيام بها للتأكد من قابلية استقبال خط الغاز وزيرة الطاقة الأردنية من جهتها أوضحت أن كل دولة ستتحمل أي كلفة في أراضيها لإصلاح أي شيء في هذا الخط وفيما تبدو ظروف الاقتصادية الحالية مهيئة لعدة استثمار الخط من جديد على الأقل في مقطعه العربي اتفقت دول خط الغاز العربي مصر والأردن وسوريا ولبنان على خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا الاتفاق الذي خرج به الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد يفتح الباب أمام مشروع عربي آخر انطلق العمل به خلال العقد الأول من القرن الحالي وتضمن إجراء ربط كهربائي بين الدول نفسها ولكن أحداث الربيع العربي أسهمت أيضا في إيقاف العمل في المشروع وذلك مع تعرض شبكات الكهربائية للتخريب والتدمير الكبيرين لكن اليوم يشكل فرصة كبيرة أمام سوريا ولبنان لمعالجة أزمة كهربائية خانقة فلبنان الذي وصل إلى مرحلة العتمة الكاملة نتيجة ما يعانيه من شح منذ أشهر في المحروقات انعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850 يرى في اتفاق اليوم أملا كبيرا لتخفيف من ثقة لأزمته الجارة سورية بدورها تعاني أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011 فقمتها طبعا العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بتاريخ 17 يونيو 2020 دخل قانون العقوبات الأمريكي ضد الحكومة السورية الذي يعرف باسم قانون قيصر حيز التنفيذ القانون استهدف قطاعات عدة في الاقتصاد السوري وكبل كل منافذ لنعاش المنتظر للاقتصاد السوري وتدهورت الأوضاع إلى حد كبير إلا أن الأزمة الشاملة المتفاقمة في لبنان فتحت أخيرا ثغرة في جدار هذا القانون كما يقول بعض المراقبين فهل يفتح الغاز العربي ثغرة في جدار قيصر؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر